سوء الأجهزة المساحية بقى فيه منافسة قوية جدا شركات كتير موديلات أكتر وأسعار متفاوتة وده بيخلى أي مهندس سواء كان لسه مبتدئ أو محترف يلاقي صعوبة أحيانا في اتخاذ القرار الصح لأنه ببساطة ممكن تبقى مش متعود على مركة معينة أو محتار ما بين أكتر من جهاز أو خايف تدفع فلوس كتير في الآخر تلاقي الجهاز مش هدى احتياجاتك أو توقعتك أنا عبد المقصود ودي قناتكم لاند برو المكان اللي بنرجع فيه كل جديد في عالم المساحة والتقنيات الميدانية هدفنا مش بس نعرض لك الأجهزة دي لا فيه مؤسفات كتير وإمكانيات في الأجهزة دي بتكون غير مستغلة أو غير معروفة من معظم المستخدمين الجهاز اللي في يدك ممكن يكون جواه فنيات وخصائص ذكية بتوفر عليك وقت ومجهود وفلوس بس انت مش عارف ازاي توصل لها أو تستخدمها صح احنا هنا عشان نطلع الفنيات تي هنوريك ازاي تستغل كل إمكانيات جهازك لأقصى درجة وازاي توظفها صح في شغلك عشان تبقى سابق الكل بخطوة وكمان مين فينا ما شافش أو ما واجهش مشاكل مع الأجهزة دي سواء كانت مشكلة بسيطة في الإعدادات أو الجهاز مش عايز يلوط إشارة أو أي أرقام غريبة بتظهر كتير من المشاكل دي ما بتكونش محتاجة سيانة أو أنك تروح مركز خدم بتكون مجرد معرفة خاصية معينة أو تظبيط إعدادات قناتنا هتكون دليلك لحل المشاكل الأقصر شيوعا دي اللي ما بتطلبش أنك تروح مركز سيانة وتدفع فلوس كتير هنوفر عليك وقت ومجهود وتكلفة ونخليك قادر تتعامل مع جهازك بسقة واحترافية وبكده تكون بدأت رحلتنا في عالم لاند برو أتمنى تكون الفكرة عجبتكم وتكونوا متحمسين للمحتوى اللي جاي سبولنا في الكومنتات إي أكتر المواضيع اللي تحبوا نتكلم عنها وما تنسوش اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة عشاني يوصلكوا كل جديد أشوفكم على خير في أول مراجع علينا ترجمة نانسي قنقر